اول حاجة يا ولاد حبدأ به الجزء اللي هنحله ونبعثه على جروب التليجرام عندي هنا في باج صفحة مية وتلاتين هنحل جزء الدوكيمو فقط يعني هتحل لغاية سؤال في غيقه فوق ومن الامتحان اللي بعده اللي هو صفحة مية اتنين وتلاتين هتحلوا برضو يا ولاد زي ما اتفعنا جزء الدوكيمو فقط اللي هيكون دفور والبقى وإحنا بنحلوا في الحصة يعني الامتحان السابع والتامن هنحل الدوكيمو الوثيقة بتاعتهم فقط والبقى الكله إن شاء الله هنحلوا مع بعض في الحصة بالنسبة بقى لجزء الكلمات احنا كنا وقفنا بنفاضل لنا إن شاء الله الجزء الخاص بس بالصفات وحروف الجر تمام؟ أجيب لك كده جزء الكلمات اللي هيتسمع طيب عندي هنا جزء الكلمات المتبقي بعينا نحفظ كل الجدول ده عندي هنا ليبغ بصوا يا ولاد كلمة ليبغ فاضي أو غير مشغول دي أنا هكتب لك كده بنقصين للأشخاص لكن مش منتكلم عن الأشياء إن الكباة دي فاضية ولا معرفش إيه لأ يبقى فاضي أو غير مشغول دي يقصد بيها الأشخاص طيب فارغ بقى دي للأشياء وطبعاً بتنفع مسكولاة وفي ميناء طيب مكسور كالسي مكسورة كالسي بإضافة أو زيادة للتأنيس طيب حنلغي الكلمة دي أو نحفظها أورال فقط في المواجهة طيب مبكراً أو قبل الميعاد دي برضو حنحفظها أورال طيب الكلمة دي حنحفظها برضو أورال اللي هي حصة الأعمال اليدوية أو المجالات اللي هي أنكوغ إحنا كده كده حفظين كلمة أنكوغ حصة بعد كده عندي اللي هي الأعمال اليدوية إلفو اللي كان بييجي بعدها الفعل في الإيه أنتوا عارفين إلفو بمعنى ياجب ده تعبير عطلان أو لا يعمل نمخشبا طيب متأخر حتيجي إطر لا حاولك مثلا جسوي أنغطار تويي أنغطار بنصرف الفرب على حسب الفعل ونحط كلمة أنغطار بمعنى متأخر طيب الكلمتين اللي قلنا متسويين في المعنى نمخشبا عطلان أو لا يعمل وإطر أنبان برضو عطلان أو لا يعمل والكلمة دي مهمة ما ليه بغاندغ كونجدو غاندغ كونجدو يستأذن بالإنصراف تمام؟ بس يبقى ده آخر جزء في الحفظ إن شاء الله على خير تمام؟ يا ريت بقى تراجعوا لي الجزء الخاص بالوحدة الأولى كده تبصوا عليه بصة واللي أنت في الكلمة اللي أنت نسيها تفتكرها عشان لما نيجي نحل أي أسئلة متبقاش ناسي خالص كلمات الوحدة الأولى والأفعال أتمنى لكم التوفيق جميعا مؤلوك ومرسي بقوية أو ربوار شكرا